شاركت مصر في قمة رؤساء دول حكومات مجموعة السبع وسبعين والصين والتي صدفت العاصمة الكوبية بانا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيا جوتيرش وعدد من الرؤساء الدولي والحكومات وفي كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وزير التعليم العالي أيمن عشور على الدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى وضع استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها الأمم المتحدة هذا وشدد الوزير على أنه لا سبيل لتخطي تلك المشكلات إلا عن طريق العلم وأوضح أن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اجتملت كذلك على مسارين رئيسيين هما تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا